طب انا ازاي كحد مبتدئ اكسب ثقة البرانز دي يعني انا عندي دلوقتي شركة كبيرة عالمية هبقى ثلاثة في انا كشخص مبتدئ حبقى شايف او الله انا بعمل محتوى حلو بعمل ايدت فيديوز لذيذ عندي فكرة ازاي هقنعه وازاي خليه يسق انه انا ما عنديش الفيوز الكبيرة بس يعني ان شاء الله بالمحتوى ده يعني هيبقى في فيوز اعمل ازاي ده ما هو في يعني في فرق لو احنا بنكلم دلوقتي على التعاون فهو لو ما عندوش تفاعل كويس مش هيقدر يجيب التعاون ده التعاون يعني الاعلان بينزل عنده على منصته فلازم يكون عنده تفاعل كويس ولازم ما يكونش عنده مثلا فالوورز مش حقيقين هو شايري فالوورز والكلام ده كله لان ده بره مصر يعتبر نوع من الانواع النصر يعني بيحصل عليه مقادرة مش زي هنا وحيبتدي يحصل ده هنا في مصر بس الطريقة التانية انه عند باتي اشتغل معاهم انا بعملوهم محتوى للبراند بتاعتهم عشان ينزلوه عندهم فده مش لازم اكون انا ظاهر فيه ومش علي انا تمام ده لم عشان اعرف ان انا اعمله لازم ان انا ممكن في الاول ابتدي ان انا اعملوهم مثلا مثلا اتنين او تلاتة مثلا يعني محتوى انواع محتوى مختلفة خلاص ان هي اوريهم شغلي ازاي ودي حاجة بعمله فور فيه او ببلاش حلو على اساس ان انا بحاول ان انا اكسب ثقاتهم وكمان ببعتهم زي ما بقولك ببعت ايميل في انا مين يعني ليه انا مثلا عندي مهتمة اوي بصناعة المحتوى ايه الخبرة بتاعتي ولو ما فيش خبرة اوريهم نمازج لشغلي حتى لو ما انا مشتغلتش محدة قبل كده اعمل انت نمازج شغلة عندك في البيت لو انت جد فعلا عن الشغل ده وابعته لهم وهم لو شايفون انت عندك سكيل هو بالنسبة له وطبعا هتعرض عليهم سعر اقل شوية طبعا من لما هروح لحد لي اسم او شركة او هروح لحد مصورين او كده وده هيخليهم وخدي بالك ان تصوير بالتليفون دلوقتي بقى احسن وفعلا بيشتغل على السوشال ميديا اكتر يعني حتى احصائيا يعني الناس بتتفاعل اكتر مع المحتوى الشكله حقيقي اكتر بشكل قليل صناعة محتوى كتير قوي بقديهم من هما يعملوا كده مش هزي يكون هم عنده منصة عليها فولوز كتير قوي عشان يبتدي ايوما ده كل الناس بتفكر في نفس الشكل الناس بس بتفكر في موضوع الاعلان انا يلا اعمل اعمل فيديوز اي او اي محتوى دلوقتي عشان يبقى عندي فولوز كتير عشان يبتدي الشركات تكلمني يبقى عندي الاعلانات وابتدي بقى اجمع الفلوس فاول مرة اسمع ان انا ممكن انا اللي باعرض عليهم حاجة زي ديل بحيس انه الناس كدير تفكر انه انا مين هروح لبراندعمل كده انا لما بتايت بتايت اشتغلت في اي جنسي اشتغلت في اي جنسي كنت صناعة محتوى بس ثاني اسمي اكاونت مانجر بعد كده بقيت اكاونت ديركتور الكلام ده كله معناه ان انا كنت من الاساس صناعة محتوى في اول حاجة ده هو اساس ان انا بعملو فكل الناس في زي كتير قوي يعملوا كده فهما دول ابتدوا مع اي جنسي حلو او حلو او بس عادي انك تبتدي باحدك كبداية احنا نوعا ما عرفنا ايه هو خطوة من خطوات هنتكلم فيها انك ممكن تبتدي الواحدة كممكن تبتدي عادي من السفر وزي ما اقول ممكن تبتدي كبير يعني هتبتدي مع براند مع كونتنت محترم فده حاجة جميلة